للينا دقوا بألوان وللينا دقوا بأفراد عبد ما نجهز كليب بتحية مننا للإنتاج الحربي صاحب أول فوز في الأسبوع الأول وثلاث لقاب من حرس الحدود ناخد الإحصائيات أبقام طبعا مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود أولا انذارات انذارين لكل فريق ما فيش طبعا كروت حمراء الفاولات 18 للحرس 16 للإنتاج الحربي الدربات الروكنية 7 للحرس 4 للإنتاج الأوفسايدز 3 الحرس 2 للإنتاج الاستحواز متساوي بشكل كبير جدا 51% حرس الحدود 49% لإنتاج الحربي التمريرات ألبا متساوية 337 تمرير على الحرس 302 لإنتاج الحربي لطقة التمريرات 67% 71% الكرات العرضية 23 كرة عرضية للحرس 22 لإنتاج الحربي يعني أرقام تقريبا متطابقة بشكل كبير جدا المحاولات على المرمى 10 محاولات للحرس منهم 2 بين القائمين والعرضة 8 محاولات للإنتاج الحربي منهم 4 من القائمين والعرضة دي الأحصائية الإجمالية للمباراة بعد كده الأحصائية اللاعبين أول أحصائية معنا التسديد على المرمى محمد رجب من الإنتاج الحربي ومصطفى جمال من حرس الحدود كل واحد محمد رجب ده مش أحد إشافات الكابتن حني أه طبعا بس أنا باختبر ذاكرتي لا أنا جابه من المينيا من المينيا لبيتروزيت مصبوط أه أنا بس باختبر ذاكرتي مش أكتر مصبوط على فكرة من المهاجمين الجاهدين جدا تمام أنت جبت 3 لعيبة أو 4 من المينيا كلهم أثبتوا ونجاحهم محمد أشهرهم أحمد عبدالغاني أحمد عبدالغاني فاكر أحمد عبدالغاني جبنزل أه طبعا أنا كنت شريكا في الموضوع ده طبعا بس مدتنيش العمول اللي غادروا لا أنا أمشتغلتش بالعمولات وما كانش إير في حصلة العمولة اللي يتكلم في عمولة كان الحرس لا 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 ما فيش الكلام ده عندنا في الحرس ما فيش الكلام ده لا لا بس حللنا مشكلة عا كان نسكر الكابتن حل بكل خير الله يا خير يعني كان فيه مشكلة أرض خاصة بالنادي المينيا وحدوتها وتفضل مع السيد المشير وقتها محمد أسول صفاوي وحللنا المشكلة النادي المينيا على فكرة على فكرة سيد المشير ما كانش بيدفع فلوس كده في العيب كان عارف كان بيعمل خدمات للأندية طبعا يعني مثلا يعمل صالة ألعاب للمينيا لأسوان مثلا واخد لحظتك مناع المفتوحة للمينيا يعمل إنشاءات داخل نادي المينيا بشكل كبير جدا عشان خدنا أحمد عبدالغاني كان عنده فلسفة خدمت الحلمين إن ده اللي باقي المصر كان عنده فلسفة إن الفلوس مهما خدتها عتخلص لكن لما عدلك بنية أساسية أه طبعا أنت لا عتقدر ولا عندك الإمكانيات تعملها والجيش بيعمل لمصر أه اللي بيعمل لك أنت بالزبط يعني عمل الإضاءة النادي الترسانة عشان خد لعيب من عندهم مسلا يعني راجل بصراحة بس أنا بنشف ذاكرتنا أيوة طبعا حبيبي يا كيف الله يخليك اه اتفردنا الأحصائيات طبعا التزديد على المرمى لسه معاه ممكن أقل اللعيبة أو أسوأ لعيبة في التزديد على المرمى أحمد تمساح ويمام عشور كل واحد فيهم عمل تزديدين على المرمى خارج القائمين والعرضة مفيش أنا مساديدوش بينا القائمين والعرضة بعد كده التمريرات يمكن من اللعيبة الأفضل في التمريرات غانم غنام محمد غنام محمد دي طبعا لعب الإنتاج الحربي عمل 37 تمريرة صحيحة و7 خطيئة الأسوأ في الإنتاج الحربي عبدالعزيز موسى عمل 30 تمريرة منهم 13 تمريرة خطيئة يعني تقريبا من نص 50% تمريرات خطيئة نروح لحرس الحدود الأفضل في التمرير مصطفى جمال لعب الوسط يمكن 38 تمريرة صحيحة أو 7 خطيئ يمكن من أفضل لعيبة الأسوأ في حرس الحدود 2 لعيبة عبدالله جمع عمل 16 تميلة صحة و18 غلط يعني تميلاته الغلط أولا بأسنية ملاحظة أستاذ خالد أكثر من الساين النهاردة وتعبان شوية أرجو من الإعداد أنه ما يدناش أنوان بلغة العموم يعني الأسبوع اللي جاي لو تكرمته مع الأستاذ خالد الأسوأ في حرس الحدود بعد مباراة الإنتاج الحربي في الأسبوع الأول أو الأسبوع التالي الأفضل في حرس الحدود يبقى أنوان تعريفي وليس أنوان شمولي لأنني أنا كده قدامي رسم بياني وأنوان موعد أنا كده الأنوان بالإنجليزي بس يمكن لا لا مالفوصة ببعض ومصحابي مضبوطة بس أنا للمشاهد قدام الشاشة الأنوان الموعد لفاهم لأحمر مين ولا لأخضر مين وإحنا برنامج غلابة ومشاهدنا بسيط تمام أنا مكتوب مثلا كروسس دي الأول جملة فوق بالإنجليزي كروسس دي يا عم ما نعمل استرابة تحت كروسس إيه شفتني آآ آآ التعليم الآآ الآآ الإنسية خصوصا لأستاذ عبد النصر في الإنجليزي شاطر جدا مزبوط آآ آآ الأستاذ خالد مخلص حلل لك المشكلة تمام خمس دقايق بعد الحلقة مع الإعداد تمام ماشي حتى لا نلوم عليهم على الهوى مزبوط ونفضحهم بهذا الشكل غير محترم مني الكرات العرضية طبعا الأفضل عبد الرحمن بودي يمكن من من الانتاج الحربي عمل الكرة عرضية صحيحة وبامباليسيان من موجود برضو من الحلس الحدود كرة عرضية صحيحة الأسوأ يمكن أحمد شديد عمل كرات عرضية كتيرة جدا لكن معظمهم غلط تلاتاشر كرة عرضية ده طبعا يعتبر رقم إيجابي أنه بيعمل عرضيات كتيرة برضو تحسب لي أنه يمكن بيلعب عرضيات كتيرة لكن منهم عشر تحيير أحمد شديد عمنا المحترم لكابتن شديد عشر عرضيات غير صحيحة فمحتاج برضو يتضلب أكتر لنكواته عرضية تكون أكتر إتقانا بس أول مفتحة مزبوط عبدالله جمعة في حلس الحدود هو الأسوأ في العرضية تمن عرضية منهم سبعة خطيئة عرضية واحدة فقط هي الصحيحة فده بأرقام حلس الحدود ببا يبقى القرداء الصحيحة هو بيوصلها للمهاجم